صادق الكنسة الإسرائيلية على مشروع قانون ينص على ضم أراد في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقب الإسرائيلي ونص المشروع الإسرائيلي الجديد على إدخال خمسة عشرة مستعمرة من بينها كريات أربع في الخليل وعدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية لدولة الكيان المحتل تتوالى ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة على قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين ولم يعبر الاحتلال عن غضبه الشديد عبر بيانات رسمية فقط ولكن وصل سريعا إلى الكنسة الذي صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون ينص على ضم أراد في الضفة الغربية إلى إسرائيل واعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقو مشروع القانون قدمه عضو بالكنسة من حزب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وينص على إدخال خمسة عشرة مستعمرة بينها كريات أربع في الخليل وعدد كبير من البؤر الاستعمارية العشوائية رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيل هاجم مشروع القانون متهما مقدميه بأنهم يخترعون وضعا جغرافيا ليس موجودا بالتزامن أعلن وزير جيش الاحتلال يؤاف جالاند بدأ تنفيذ ما نص عليه قانون إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة الغربية الذي تم التصويت عليه وتمريره في الكنسة في الحادي والعشرين من مارس الفين ثلاثة وعشرين إلغاء القانون يعني السيطرة على الأراضي التي كانت تقام عليها مستوطنات غانين وكاديم وحوميش وسنور التي تم تفكيكها عام 2005 من جديد وهو ما يعني أيضا شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة وتسهيل عودة المستعمرين إليها واستباحة المزيد من الأراضي في محيطها بدعوى إقامة البنى التحتية والطرق والأبراج العسكرية والثقنات كما أن تحويل صلاحيات ما تسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية إلى ولاية الوزير المتطرف بيتسلائيل سيموتريتش وزير المالية سيساعد على تسريع عودة المستعمرين وإطلاق يد الاستعمار في تلك المنطقة خطوات تسابق بها إسرائيل الزمن في إطار عمليات ضم الضفة وإغراقها في محيط استعماري ضخم وتحويل شمالها إلى جزر معزولة ومتناثرة وغير مرتبطة ولا متواصلة جغرافيا لوأد أي فرصة لتكسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية